ورجعنا درواتي وبنرحب معينا بدكتور عاطف نور الدين استشاري طب الطوارئ والحالات الحاجة أهلا يا دكتور نورتنا ونورت الستوديو ونورت المدينة كلها أهلا بحراتك يا أستاذة رولا وكل السادة المشاهدين رسالة حب رسالة أمل رسالة تفاؤل من خلال البرنامج بتاع حراتك كل الكلام بنوجهها لأهلنا ونوجهها لناسنا ونوجهها لأولادنا ما بين التهوين والتهويل كورونا نعمل إيه نتعامل معها إزاي أيها دا سؤالنا بقى يا دكتور العدين نعرفه درواتي إحنا إزاي نحب الكورونا وكورونا تحبنا كده ونتعمل مع بعض ونعدي منها على خير أستاذة رولا اللي حضرتك عاملها ده أول حاجة في مواجهة الكورونا المسافة دي لازم يبقى فيه مسافة فصلة فيه بيرسونال سبيس بين الأشخاص دي ألف به في الوقاية ودي إحنا بنفتقدها في أماكن كتير الزحام هو العدو الأول بتاعنا الالتصاق المباشر ما بين الأشخاص بالذات لما يكون وجهاً لوجه في المترو في المصالح الحكومية في المرور في الجوازات الحمد لله رب العالمين قرار حكيم إن إحنا وقفنا المصالح دي عشان دي كانت هتعمل كارثة لإن إحنا كلنا عندنا لا مبالاة لما بنتعامل مع بعض وجهاً لوجه ليه حراتك يا أستاذ الروري ليه بقى أقولي إحنا بننزل الصراحة أنا بنزل أنا جاية في الطريق وأنا جاية شايفة مكانة إيتي أم مكانة ليه تزحمها فيه يا جماعة هو النهاردة آخر يوم لسحب الفلوس ملاحي زفهم لو النهاردة آخر يقوله بطيب زي ما حراتك تفضلتي أول يومين كان الناس مجدودين وكانوا ملتزمين بالتعليمات دلوقتي إحنا شايفين الناس بيتعاملوا عادي كأن الموضوع عادة وما فيش أي مشكلة إحنا فيه أعياد الناس بتجيب هدوم العيد والناس نازلت يجيب والدنيا جميلة وما فيش أي مشاكل يا دكتور بصي على الشوارع وبصي على الزحام إحنا لسه ما عندناش ثقافة التعامل مع أزمة إحنا عندنا كورونا دي أزمة مرت بنا وفرصة للجل بتاعنا ده ثقافة الأزمات التعامل مع الأزمات إحنا بنتعامل معها كأن الوضع عادي جدا يا أخوانا الوضع خطير الوضع خطير كل واحد لازم يعرف إيه هي الاشتراطات الصحية أنت لازم تطبقها في بيتك وفي عملك ومع أولادك ومع جرانك وننسى العواطف شوية إحنا شعب عاطفي إحنا عاطفيين ولأ إزاي أنا لو ما سلمتش على الأستاذة رولا بإيدي هتزعل أيوة عايزة أقولك فيه نزعلت ميني يستنى في الحتة فيه نزعلت بجنة لازم أشوف صحي لازم أشوف جاري أسلم عليه وأبوسوا وأخدوا بالحض أيوة الكلام ده لازم يتمنع تماماً ليه بقى حضرتك أنا هقول بشرة خير يا رب إن الكورونا ما بينتقلش عن طريق الهوى طب حلو ده مؤخرنا عاد يقولولنا بدي الهوى وبتديت بقى أفل شبابيك وأفل أبواب وأفل بدأنا نعرف بقى ده بجنة يعني ما متنالش في الهوى خالص؟ يعني أطمت؟ يعني هقول لحضرتك بشرة خير تانية وحاجة جميلة وده سبب عدم انتشار الفيروس في مصر الفترة اللي فاتت الكورونا فيروس تقيل ما بيقدرش يعيش في الهوى فترة طويلة وبما إنه تقيل بينزل بسرعة على الأرض فكرة حضرتك الحاجة اللي احنا كنا زعلانين منها لما نزل سيول وأمطار ده كان قابليها بكام يوم ودخلنا بعد كده على الكورونا يعني دخلنا في السيول من السيول احنا أجازة لغاية الوقت في الكورونا غسلت لنا الجو من الفيروسات والمكروبات وده قدت لغاية دلوقتي الحمد لله إنه ما فيش انتشار كبير للكورونا احنا بالنسبة لبلاد تانية فعلا أوليلين كتير كتير شوف يا حررتك اللي بيقولوا عليهم دول العالم الأول نشوف أمريكا الانتشار إيه انت عارف حررتك مبارح كان فيه في نيويورك قود بريك بشكل غير طبيعي أمريكا مبارح مسجلة وفيات اتعدت الألف وربعمائة وفاة من الكورونا الحمد لله رب العالمين احنا في مصر الوضع مازال يعتبر هادي نسبة لعدد السكان فأول حاجة حررتك لازم بنقول لأولادنا والأهلنا خافوا على نفسكو ولازم يكون فيه مسافة مسافة دي بقى هنجيبها ازاي احنا منا بقول لك مفيش مسافة المترو لسه كنتوا بتقولوا الميكروباسات أنا شايفها الناس هنا جاية الميكروباسات واقفين توابير تمام على الميكروباس الناس جوا الميكروباسات زحمة جوا الأوتوبيسات زحمة في الحقيقة في السوبر ماركت عشان طبعا نلعيد ورمضان وكده الناس بتجيب فاقك الناس زحمة احنا ممكن نكسر الدايرة دي يا أستاذ رول نعمل ايه؟ ان اللي ما عندوش حاجة مهمة ما ينزلش انا حس الناس كلها عندها حاجات مهمة احنا تقريباً يعني انت واخدى بال حضرتك يعني احمي نفسك واحمي أهلك بان انت اقعد في البيت قاعد أولادك في البيت لو خايف على أولادك قاعدهم في البيت طب معلش يا دكتور هناخد فاصل صغير جداً وهنرجع تاني فاصل ورجعين انتظرونا ورجعنا تاني ولسه مكملين مع دكتور عاطف نور الدين طيب يا دكتور عايزين نكمل بييت سؤالنا درواية قلنا ان الفيروس بيبقى على الأسطح طيب بالنسبة للأسطح الإيد لو انا سلمت على حد تمام وكان عنده الفيروس وانا معرفش ومعرفش هتقضى على ايدي قد ايه تقريباً شغالة يعني انه لو انا عملت وحطت ايدي في وشي هتقضى وقت تقديه على ايدي ليه وقت وبينتهي ولا ملهاش وقت وما بتنتهيش احنا اتفقنا على حاجة يا أستاذ رولي احنا عايزين ندي رسائل اطمئنان وتفاؤل لكل أهلنا اه انا هطمنكم الحاجة انا دلوقتي سلمت على شخص مصاب بالفيروس لو انا منتبه وبخت ايدي بمطهر زي الكحل وعملتها راح خلاص انتح طيب انا ما عنديش كحل لو جلست في الشمس عشر دقايق مات الفيروس عشر دقايق يموت في الشمس عشر دقايق بيموت يعني احنا لو قعدنا في الشمس عشر دقايق كلنا كل يوم بتموت اي فيروس اصلا ممكن واحد يقابل حد ويسلم عليه واحنا لسه برضو فينا الحب البعضين ولسه ما راحش يغسر ايده فانا بتكلم هتقعد قد ايه في ايده ممكن ان هي تجيب له المرض او حاجة وممكن قد ايه ان هي تكون انتهت هي للأسف بتقعد دقايق والدقايق دي لو قعد سلم على شخص تاني هينقلها عشان كده احنا بننصح كل اهلنا باستمرار ارجوكم استخدموا المعقمات واستخدموا الكحول لانها بتقتل الفيروس يعني الكحول اللازم يبقى في شنطة كل واحد او في جيب كل راجل يبقى ماشي بيه احتياطي لانه مش هيلاقي صبون ومية وهو ماشي في الطريق بالزبط كده وهيلاقي واحد لذيذ وجميل ازايك وعمليه وبيسلم وبالحضن كمان تمام طب وعايزين بقى زي ما اتفقنا احنا نقطع الدايرة بتاعة الاصابة ونقل الفيروس دي ازاي ازاي انا عندي هنا حرف تي اللي هو بتاع العينين والانف والفم ارجوكم ما حدش يقرب ايده منهم دي اكتر مناطق بتنقل الفيروس دي حرف تي العينين والانف والفم نكون لها دكتور بينا وقعد الافرازات اللي بتخرج منهم وعمل كده والقلم والبتاع وبنفكر وعنينا وممكن تبقى فكرت حاجة وتضرب في واشك دي اكتر مناطق بتنقل الفيروس واتفقنا ان الفيروس ما بيتنقلش بالنفس لكن لو خرج في الرزاز لو خرج في المخاط في البلغم عن طريق ان الشخص يدعك عينه يدعك القنف يدعك الفم طيب انا دلوقتي عايز اعتص اعتص كلنا اتعلمنا ارجوك ما تحطش ايدك مباشر كده لان هي دي اللي انت هتسلم بيها زي ما اتفقنا اما بضهر اليد او لو متوفر منديل اعتص فيه يبقى احنا كده بنقطع الدايرة وبنقلل عدد الاصابات المستشفات متحملة فوق طاقتها وزملائنا اللي في مستشفات الحميات وفي مستشفات العزل يعني الله يكون فعنهم وفرصة نبعث لهم رسالة شكر وتقدير على المجهود اللي بيعملوه ارجوكوا ساعدوهم بان احنا نقلل حالات الاصابات مشكلة در وقت يا دكتور انه الناس يعني بتنزل وبتخرج وبتتعامل وبتشتغل وفي ناس تقولك اخر طريقة انت ما هو الفيروس يعني هيموت دل النهار وهيسحب الليل ما احنا بالنهار طول اليوم مع بعضينا يعني مش هيسحب هم ما فهموش الحكمة من ان الحذر حذر جزئي الحذر جزئي زي ما حضرتك قلنا من شوية مش كل الناس تنزل احنا ينزل بس رب الاسرة ومش ينزل كل يوم انت دلوقتي الجهات الحكومية عملتلك اللي هو انك تشتغل تلات يام وتلات يام لا هات حكتا كنت مروح في اليام اللي انت كده كده نازل ليها ما تزحمش الدنيا هي الفكرة كلها عشان نقلل الزحام لا هم بياخدوا تلات يام الاجازة يروحوا يزوروا بقى بنت خالد عم مش عارفة مين وماما كانت عايزة اين رح نجيبه وخالده كانت محتاجة اين رح نعمله ففي التلات يام ده ده فينا ستلعة اسكندرية دكتور سيبك فرصة بقى يعني احنا عندنا اجازة احنا عندنا اجازة احنا عندنا اجازة اه بس نلح نمشي قبل الحظ مش الفكرة ان احنا عايزين نحاصر الايه الفيروس مش عايزينه ينتشر احنا احنا 100 مليون ازاي نوقف انتشاره عشان خاطر الاعداد ما تزيدش ان انا ما روحش ازور حضرتك ما حدش بيفهم دي ما حدش مدرك دي يلا يا جماعة بقى احنا في اجازة وفرصة نتجمع اقول لحضرتك على حاجة طريفة جدا انا شفتها في مجموعة شباب عندهم وعي نزلوا يعقموا الحي بتاعهم حلو جدا اهل الحي ممتنين جدا العمل الرائع اللي هم بيعملوه امجهزوا فطر جماعة ونزلوا فطروا معهم في الشارع لا حلو حلو الناس يعني الناس اجتماعية الناس بتحب بعض يا جماعة لازم نفهم يبقى عندنا وعي هم عقموا الناس انا احنا اتعقق هما كده كانوا ضمنين للتعقيم فالك يلا احنا نقعد مع بعض نقنقل مع بعضنا احنا مجتمعنا بيحب اللمة احنا ده مجتمعنا بيحب اللمة ويحب الناس ويحب القعدة ويحب 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 تمام بس احنا في ظروف تمام ما ينفعش فيها لللمة ولا القعدة ولا الكلام ده خالص بس هم يا ريكتي يفهموا دي فيه ناس لغاية دلوقتي تقولك صدقني كورونات ايه يا عم ده احنا جاء علينا اكتر من كده وقتلناه وخلصنا عليه ده احنا الشعب ده شعب عنده مناعة شعب يبياكل الفول يا دكتور فيه ايه احنا نتكلم على النقطة دي عزي نجيب المناعة والنقطة دي يعني لحد ما ها مقولة صحيحة بس هنحطها في اقترها الصحيحة تمام لكن احنا ازاي نكسر الدايرة دي بتاعة الاصابة انا هوجه رسالة من خلال برنامج كل الكلام من خلال حراتك يا استاذة رولا لكل ام مصرية تمام احنا بنراهن عليك انت اللي هتوقفي انتشار الفيروس ده تمام الام الام المصرية اللي دايما في كل الازمات كانت هي في مقدمة الصفوف انتو المحاربين يا ستات خليكم فاكرين انتو راسا حاربا الام لازم تسيطر على اولادها وعلى بيتها مفيش نزول مفيش نزول اولادنا هم صروتنا اولادنا هم مستقبل البلد انا بشوف امهاد سداني واخدى الاطفال اطفال صغيرين انا بكلم في اربع خمس ست اثنين سغنانين ومشي بيهم بتجيب حاجات من المشارفة منين مسوق من السبرماركت منين منين ومشي بيهم انا ما زلت مؤمن بان الام المصرية تقدر الام المصرية فعلا هي اللي هتعمل الفرق الام المصرية لو ارادت هنمنع توقف الايه انتشار كورونا مفيش اولاد يخرجوا مفيش احتكاكات انتهى الموضوع تماما يعني اهم حاجة ما يكونش فيه احتكاك طب الاب ما هو بيجي يا دكتور وبيبهدل الدنيا يعني رم لو هي محافظة وعمالة بقى تاخد بالها وتنظف وتمسح وتعمل فيه ابهات بيدخلوا عادي مفيش حاجة ايه يا جماعة بيتعملوا عادي بقى الشوز مش عارفة فين وبيدخل وازايكم عامين يأخبركم وياخد ولاده فضن وكده والحب بقى والكلام ده كله دي بقى الخطوة التانية سيد زرول احنا عايزين على الباب في منطقة عزل في منطقة عزل على الباب حقيقي فعلا ان الاب راجع للبيت اهلا وسهلا وهيتعقم وهيعقم مكان الشوز او مكان الحاجة اللي اللبسها وتتعزن خالص الاولاد ما بيوصلوش للمنطقة دي عندنا البيت احنا الحمد لله طبيعة كل ام النظافة وبتهتم بانها على طول بتنظف البيت والكلام ده احنا عايزين اليومين دول نظافة زيادة شوية طبعا كلنا عارفين ان لتر المية لو حطينا عليه سنتي او اتنين سنتي كلور ده كفاية لقتل الباب سنتي او اتنين سنتي؟ بس بحط نص ازازة بس مش عايزين اكتر من كده نص ازازة كفيلة للجركن الكبير انا عشين لتر بس ما بيفسدش يا دكتور ما بيفقدش خالص يعني لو عدت تستخدم منه ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانتيام ممتاز جدا شغال يعني اللي احنا عايزين بقى كل ام ما تنظفش مرة واحدة في اليوم تنظف ثلاثة أربعة مرات تخسل الاركان بمية وكلور نعمل زي منطقة عزل للبيت او للشقة يهتساعد كتير جدا في قاتل الفيروس وفي حماية اولادنا يعني المفروض الاب بيدخل يبقى بفاهم ان ليه مكان يقف فيه ثابت ثابت كده الغت لما هيقل على الشوزة ويدينا المفاتيح يدينا مش عارفة ايه يلم الحاجات اللي معادي كلها تمام ويبتدي يتجه للحمان ده ده وما يدخلش على الريسابشن وما يدخلش مشتق لأولاده ودخل على غرفة الأطفال يسلم عليهم زي حراتك ما تفضلتي ويبصهم ويحضنهم احنا خلاص عايزين نمنع العداد دي دلوقتي لغاية لما نقع المناعة تمام فينا ستقول لك ان عندنا مناعة مفيش مشكلة من الفيروس مش هيجي علينا يعني احنا مرنا بحاجات كتير احنا هنتكلم في أنا هوافقهم انت عندك مناعة لكن هتنقل لشخص تاني ما عندوش مناعة ودي هنتكلم عنها يعني تخيلي حضرتك لو رجل مسن واحنا بنحبه شخص كله في العيلة هتنقله انت وهتكون انت سبب تعسته وسبب تعست العيلة كلها لان هو المناعة بتاعته ضعيفة مش هيقدر يقاوم الفيروس اللي انت قادر تقاومه عشان انت عندك مناعة فانت كارير انت حامل الفيروس انت بتنقله انت عمل تنشر وتوزع لكل اللي حواليك بتديهم للأسف دي حتة عايزة أقولها بس يعني معنى كده ان الأب أو الأم أو الستة أو الراجل ما يزوروش أهليهم وكبار الجد والجدة والأم والناس الكبار احنا في الفترة دي ممنوع التزاور نهائي عشان الناس الكبار بتزعي في أقصى حالات الضرورة أعمل ايه أنا عندي حد مسن ومريض احنا مش هنقطع للأرحام لا شخص واحد اللي يروح له وشخص واحد يكون صحته جيدة وبيكون شخص واعي بيراعي الاشتلاطات الصحية ومعه معاقم وبيطهر نفسه وما بيدخلش للبيت بتاعه بالشوز بيجيب له الاحتياجات بتاعته كلها في أغراض نظيفة ويروح برضو مش يروح يسلم عليه وياخده ويحضنه والكلام من اللي حكته ويععد معاه هو محافظ على المسافة النسك وبار بتزعي لغاية دلوقتي انت ما سلمتش عليها لما دخلت انت ما سلمتش عليها وفهمه لو هو ما بيشوفش التلفزيون اشرح له ان احنا دلوقتي عندنا وباء بيجتاح العالم كله وبيحصد ألاف لو انت خايف على نفسك وخايف على أولادك وأحفادك احنا مش هنسلم ومش هيكون فيه مسافات لصيقة بيننا تمام طيب عايزين دلوقتي يا دكتور احنا قلنا ان الفيروس ده المناعة هي الحرب الأولى رب ايه اللي الناس تاكلوا ايه اللي الناس تاخدوا ايه اللي هزود مناعة البني آدم عمتا في الأكل والشرب احنا عندنا مناعة عبرتها احنا شربين قاية النيل وشربين حاجات حلو السؤال ده جميل عندنا مناعة حلو انت عارفة حضراتك ان الكلام اللي حضراتك بتقوليه ده كلام علمي رغم انه يبدو انه تهريج فيه حاجة اسمها كروس ايميونيتي ان انا اخد مناعة من مرض معين بتفيدني في أمراض تانية تمام يعني انا لو خدت مناعة من مرض ما هتفيدني في الكرونا مثلا عموما بتقوي جهاز المناعة عندك تمام وبتخليه واعي يعني تخيلي حلواتك عندنا الدخلية حست ان فيه خطر في مكان طلعت مجموعة من العساكر هي مطلعة مجموعة من العساكر عشان الخطر ده لكن العساكر دول بيمنعولي ان المكان ده يتسرق فما فيش حرامي بيدخل ده كروس ايميونيتي اه تمام ده نفس القصة عندنا زي مثلا تحرطك مرض الجدير المائي ده حرطك الطفل اللي بياخد الجدير المائي ده بيحميه من يجيله مرض الجدري العنيف جهاز المناعة بيتعرف على بعض الميكروبات وبعض الفيروسات اللي شكل بعض فبيكون مجهز نفسه لها طيب يعني انا احنا بسألك في حيجة في حيجة يعني الطفل اللي بيلاقيه في الشارع كده وبيلعب في التين ومش عارفة بيعمليه ده هيبعنده مناعة صحيح؟ سبحان الله والطفل اللي مامته بتكلفته ويا حبيبي وتخاف عليه وتغطيه وما تكلش من الأرض وما تاخدش مش عارفة منين ده بيعيه كل في اليوم يعني في اليوم أربعين مرة لو مش واخد تطعيماته كاملة ولو واخد تطعيماته؟ بيبقى محصن ضد الحاجات اللي خدت تطعيمات بتاعته بس لكن طب طب للطفل بقى اللي في الشارع ده معلش ما خدش التطعيمات سبحان الله بيبقى مناعته أقوى يعني هو بقى يعني احنا نزلهم في الشارع يجلب لا احنا مش بندعوا لكده بس أنا بقول لحراتك أن جهاز المناعة وده سر انتشار المرض بشكل فضيع في أوروبا ومش منتشر عندنا ومش منتشر في أفريقيا بنفس الايه؟ الدرجة ايوة ايوة لأن هناك فيه الدول دي اتعرضت لأمراض واتعرضت لإيبولا فيروس واتعرضت ل... ده مخلي جهاز المناعة متحفز وجاهز لأي حاجة غير لما كون أنا ما عنديش السعداد ولسه بتعرف على نوع الخطر عشان كده بدأ على ما بدأوا ينتبهوا حصد ألاف حصد أيوة فعلا ده كثير ده كثير جدا بالنسبة لنصر الحمد لله أنا بقول عشان كده انا حسن احنا بقى مش هنخلي الناس يا أستاذ رولا يلعبوا في الطين نعم احنا نخليهم يأكلوا أكل صحي ومفيد ومش هندعي إن ده بيقوي المناعة للكورونا وبيقوي جهاز المناعة عموما تمام بالزبط كده احنا عايزين بقى نعرف إيه اللي ناكلوه والناس تعرف كده إيه اللي ياكلوه واحد اتنين تلاتة اربعة هتاكلوا الحاجات دي وبستاكلوها على طول يعني على قد ما تقدروا وتمشوا عليها يبقى إيه لايف ستايل يعني على مدى الحياة يعني تمشوا بالطريقة دي مش عشان الكورونا بس زي ما الدكتور بيقول إيه بقى اللي ياكلوه يا دكتور طيب فاكرة حرتك الدرس بتاع العلوم زمان اللي كانوا بيتدرسلنا فيه العناصر الغذائية الأساسية كان عندنا ستة عناصر احنا شغالين مع تلات عناصر بس شغالين مع الكربوهايدرات تمام وشغالين مع البروتينات وشغالين مع الدهون تمام الماء أوكي الفيتامينات تمام حدوش بياخدها الألياف تمام زي الفول الميا أهم حاجة وأهم عنصر عموما للحياة هو الميا أهم عنصر في مواجهة كورونا هو الميا إزاي الطبيعي إن أنا محددك أشرب ميا من اتنين لتلاتة رتل ميا في اليوم حسب وزني وحسب درجة حرارة الجو تمام أنا عشان أقاوم كورونا محتاج كباية ميا كل ساعة كباية ميا كل ساعة كل ساعة ويا سالمون لو تكون الميا دافية شوي ليه لقوا إن فيروس كورونا بيعود في الحل أربع أيام من قبل ما يخترق الأغشية المخاطية ويروح للرئة ده أنا عندي فرصة كويسة جدا لمقاومته أنا لو بشرب ميا باستمرار بالذات لو ميا دافية هخليه ينزل للمعدة والمعدة هناك العسارة المعدية والأحماض هتقضي عليه تمام وخلصة القسط طيب سؤال مين أهم الناس المعرضين أكتر للفيروس أكتر الناس معرضة هل هما الكبار ولا الصغيرين طبعا إحنا قلنا قبل كده أن الشباب يعني عندهم قلبهم قوي كده وعندهم مناء ما شاء الله يعني المعرضين أكتر هما الكبار السن ولا الأطفال لأن جي فترة قالك الأطفال مش بتتصاب بس سمعتني في أطفال تتصاب نسبة قليلة من أطفال تصاب لكن تعالي حراتك نحط الدايرة بتاعتنا عشان نعرف مين أكتر ناس يصاب هنرسم دايرة ده مصاب مين أول ناس حوالين المصاب الأم والأب والأهل أنا لو قفلت الدايرة دي خلاص إحنا بقينا في أمان يبقى أكتر ناس عرضة للإصابة هما المخلطين للايه؟ للمصاب أو للمريض أو لحامل الفيروس تمام طيب بعد كده الطفل دوت أو المصاب دوت اشتكى هيروح فين؟ هيوده مستشفى يبقى الناس الأكثر عرضة للإصابة اللي شغلين في المجال الطبي سواء كان طبيب سواء كان ممرض سواء كان فني سواء كان عامل هما دول الناس اللي بيحربوا في الدرجة الأولى كل الأطباء ده دول كل الروافد بتصب عليهم ده بيجيلوا الحامل للعدوى اللي في مرحلة ما ينفعش لسه يتشخص ما عندوش أعراض ده جاي مع واحد مش مصاب وهو حامل للفيروس ونقله للإيه؟ للطاقب الطبي تعرف الحاجات اللي نقل الحاجة افتكرتها دي باش دي الناس اللي مش عارفة ان هي مصابة وماشية تتعامل عادي هم ما تعرفش ما تعرفش ودي بقى على فكرة دي كارثة كبيرة ان واحد ماشي هو ما يعرفش ان هون مصاب أو مش مصاب وبيتعامل وبيشتري وبيجيب وبيروحوا الشغل وبيجي من الشغل وبيسلم على أولاده وامراته وعياله وهو ما يعرفش فدي كارثة أسئل أولاد مياه كل ساعة؟ أسئل أولاد مياه كل ساعة؟ خلاص بس بس طب والخل واللمون والملح ده ايه؟ لسه هنتكلم احنا لسه عندنا حاجات كتير بس المياه سهلة وفي منتناول اليد وعند كل الناس وفي كل بيت وكلنا بنهملها كلنا بنهملها أنا لو شربت مياه تاني الفيروس اللي موجود في الحلق ده هينزل للعسارة المعدية تقضي عليه خلاص خلص الموضوع طيب هل هناك فيه أغذية بتحمي من إصابة التومنا؟ يعني بتحميني بقى أغذية معينة هو ده بقى اللي احنا بنقوله حريتك الأغذية اللي بتقوي المناعة انتعارف حريتك التوم؟ التوم التوم ده من أهم الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة وفيها مضاد حيوي طبيعي وفيها مضاد للفطريات يعني يأكلوا توم الصبح يعني الناس لو تصحى الصبح وتأكل توم؟ اللي يقدر يأكلوا يأكلوا سواء أن يأخذ فص توم سليم أو يفرموا على حسب تقبله صعب يا دكتور أنا جربته مرة صراحة حسيت أن أنا يعني مش قادرة أنا عن نفسي على حسب بقى فيه ناس ما بتقدرش عشان الحموضة آه قوي نحنا هنقول البداية هنقول البداية هنقول البداية الحرارة اللي خايف من الريحة يأكل معاه بأدونس هاي مش ريحة وتحس أنه بيجي هنا كده بيحرق عشان الحموضة هو فيه حموضة عالية طب إيه رأيك بقى؟ نخلي الناس تحب الحموضة دي إزاي؟ أيوة درجة الحموضة العالية بتقتل الفيروس الحمضيات ما احنا بندخلوا للمعدة عشان الحموضة بتاعت المعدة تقتلها طب وفي سواء اللي وإحنا حطناه في أكل يعني اتشوح كده وتحط مع أكل ممتاز ممتاز جدا هيجيب نتيجة يبقى التوم طب وحلو يبقى دي التوم بأي أشكاله بس أنا بقى عايز وصيعه بول يا دكتور دلوقتي غيرس كورونا جايلنا من الصين بلاش التوم الصيني احنا عايزين التوم البلدي تمام التوم البلدي ده هو اللي بيرفع المناعة تمام على عكس التوم الصيني بقى الصيني ما بيرفعش المناعة معنا بالعكس ده سيء جدا للصحة يبقى احنا لو عايزين اول مناعة عندنا التوم التوم البلدي ده اول عنصر للاسف كده النهاردة خلصت حلقة البرنامج وكان معانا لسه اسئلة تانية كتير ان شاء الله هنتابعها في حلقة تانية ان شاء الله مرسي جدا لك يا دكتور شكرا لحجيتك ان اتحتنا الفرصة دي ان احنا نوعي اهلنا ويا رب يستر على بلدنا وعلى اهلنا وولدنا ويحفظ بص اشكركم جدا انا عايزة المشاهدين بجد كان استفادة النهاردة وكان لسه في اسئلة وهنكملها ان شاء الله في حلقة تانية هيكون معانا الدكتور برضو هيكمل معانا وانتظروني ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج كل الكلام سلام